السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن حنتقل سنة رابعة اللي هي من التمرنات اللي هي مهمة كتير 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 جدا وما ننسهاش ونعمل بها مع معظم البيشنط سواء كانوا اللي هي ستروك بيشنط أو كانوا ماسكولو سكيلتال بيشنط حاليا اللي هي البلانسيك اكسرسيز البلانسيك اكسرسيز زي ما احنا كنا عارفين بتنقسم الى جزئتين جزئية اللي هي الاستاتيك ثم الديناميك ايه يعني البلانسيك اكسرسيز البلانسيك اكسرسيز اللي هي عبارة عن انه احنا تراينج تو تشلانج اللي هي السنتر of gravity of the body او الماس بتاعت البادي in relation to that base of support يعني بنحاول انه اللي هو keeping that اللي هي البلانس within the base of support خلال اللي هي القاعدة اللي هو بيكون بيتحمل عليها او مش عليه لذلك في الاستاتيك او في الديناميك بنحاول انه اللي هو changing or challenging the patient's base of support بنحاول التحدي the base of support of the patient لذلك ال base of support هنا هوا أول حاجة في الاستاتيك بدل ما هو زي ما احنا شايفين زميلنا شحته واقف ومبعد رجليه عن بعض بنحاول اللي هو انقلل ال base of support فإحنا حاليا نتعامل جدا تمام مع مين البازف سببورت فهلا بدل ما هو فيه وعد بازف سببورت هيكون فيه اللي هي سمول بازف سببورت بأنه بيعمل أبروكسوميشن للفيت يعني هنا هو البازف سببورت اللي كان كبير أصبح أصغر حاليا تمام بدل ما كان كبير لأبروكسوميشن ذا اللي هي الفيت توجدر تمام هذه نمرة واحد نمرة اثنين ممكن نخلي اللي هو البازف سببورت بدل ما هو واسع بالشكل هذا نخلي اللي هي one feet in front of the other اللي هي tandem standing حط رجلك قدام التانية شو احتاقه tandem standing tandem standing زي ما احنا شايفينها تمام one leg in front of the other ناخذها بالهي الجانب تعال هيك تعال هيك تمام اللي بدك يا روح هناك ايو حط رجل قدام التانية like this تمام او ارجع بالرجل هادي وحط الرجل التانية قدامها ايوه like this this is now challenge اللي هي البيزف سببورت بحيث انه اللي هو البيزف سببورت like this تمام ايقاف ايوه تمام وهو طبعا في اللي هي في ال standing وال feet together هاتي رجلك جنب بان ايوه ممكن انه احنا برضو كمان change the balance بتاعت البشن انه نعمله اللي هو anterior and posterior push and posterior push and anterior push في هيك تبيدي بابتدي a special patient او لورا or from side to side like this or اللي هي arrhythmic rotation like this هاتي الحاجات مهمة جدا لازم نهتم فيها اه سنة رابعة اه بعد هيك كمان اه بعد ما نشوف اللي هي ال way ال strategy بتاعت اللي هي البيزف سبورت حاليا بنبتدي اللي هي strategy بتاعت ال ankle ايه يعني strategy بتاعت ال ankle strategy بتاعت اللي هي hip انه ال patient لو انا اجيت عملتلي pushing backward like this شو بدي يصير لحظتها هيعمل لي اللي هو ايه extension of the اللي هي or dorsifliction of the ankle like this هتلاقي اللي هو عمل dorsifliction طيب لأ قدام برضو نفس الحاجة طيب انا ال patient هاي بالنسبة لل ankle strategy هلا ال patient نفرض واقف بالشكل هذا بدي اشوف اللي هي hip strategy بقوم اللي هي دافو اكتر like this تمام ها بادفع اكتر طيب بدي اشوف اللي هي stephing strategy ببتدي اللي هو ادفع اكتر حيتلاقي حياخذ خطوة لقدام ها خليك خلي بالك معنا ايوان شاحت ها اه ليه لانه هنا هو تل push اكتر لكن طبعا كتير من patient اللي بكونوا فقدين اللي هي hip strategy واللي هي stephing strategy وقليل بيلاقي اللي هو عندهم اللي هي ايه الانكل strategy اللي هي push backwards اللي هي اعمل لي اعمل لي دورسي flexion of the ankle هادي حاجة مهمة جدا انها فعلا اللي هي test and اللي هي treat اللي هي دورسي flexion of the ankle اللي هي الانكل strategy شكرا نركوا طلاب سنة رابعة ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله في اللي هي المحاضرة القادمة دكتور محمد سلطان ترجمة نانسي قنقر